اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين والعالمين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأمرار يا أرحم الراحمين اللهم إذ اطلعت ليلة النصف من شعبان على خلقك فعد علينا بمنك وعتقك وقدر لنا من فضلك واسع رزقك وجعلنا ممن يقوم لك فيها ببعض حقك اللهم من قضيت فيها بوفاته فاقضي مع ذلك له رحمتك ومن قدرت طول حياته فاجعل له مع ذلك نعمتك وبلغنا ما لا تبلغ الآمال إليه يا خير من وقفت الأقدام بين يديه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك عليه فلش محمد يعني مربما يسأل البعض يقول هل هناك دعاء مأثور أو ذكر معروف لهذه الليلة أم أن الأمر متسع ويتسع لأذكار كثيرة كما أوردت الآن لسيد عبد القادر الجيلاني مثلا نعم هذه الليلة يعني مما اعتاد عليه المسلمون ونص عليه العلماء في مصنفاتهم التي ألفوها خصيصا في ليلة النصف من شعبان نص على أن يعني من المستحسن ومن عادات الناس التي لا تخالف الشريعة أن تقرأ فيها سورة ياسين ثلاث مرات مرة بنية طول العمر مع التوفيق للطاعة ومرة بنية أن يعافي الله تعالى من البلايا والعاهات ومرة بنية الاستغناء عن الناس وغنى القلب هذه من المجربات في صلاح الأحوال وتيسير الأمور وكذلك هناك دعاء أصله مروي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقد قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم رضيت لأمتي ما رضيه لها ابن أم عبد الله وهذا من الأحاديث العظيمة في فضل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يعني هذا الدعاء اللهم ياذا المن ولا يمن عليه ياذا الجلال والإكرام ياذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين اللهم إن كنتك تبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحوا اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل صلى الله عليه وآله وسلم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجل الأعظم الله في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم